مرحبا نير عجن الفيديو الأخير لليوم في هذا الفيديو سأركز على ربط التخطيط الستراتيجي بإدارة المشاريع عالة أي مؤسسة كما نعرف المؤسسات نحمل بعرفتين ونسابيا وهي ممكن تكون حكومي خاص NGO أو Nonprofit تحب تمارس عمارة بطريقة متحضرة وطريقة علمية تبدأ بالوضع التخطيط الستراتيجي ووضع الخطة استراتيجية وهي مفترض تكون طويلة المدى هناك بعض الشركات يتحدثون المؤسسات تخطيط استراتيجي خمس سنين أو سبع سنين أو عشرين سنة بالطبع نحن نقصود بالتخطيط استراتيجي أن يجب أن يكون طويلة المدى بكلمة طويلة المدى أكثر ممكن يكون في تخطيط على مدى عشرين وخمسة عشرين سنين قدام بطبع مع أهداف طويلة المدى مع أهداف متوسط المدى مع أهداف قريب المدى الآن في الوضع الخطة استراتيجية بالطبع أي مؤسسة فيها تبدأ من رؤية المؤسسات كل مؤسسة إذا عندها رؤية وعندها غاية وعندها مهم ساعتها ممكن بناء على هذا الشيء توضع الخطة استراتيجية للمؤسسة اللي بغض النظر ما تكون خمس ستين أو خمس عشرين سنة الآن من الخطة استراتيجية يعني بأحد الدراسات بعد كثير عدد من الدراسات بتقول أنه في كثير شركات لا يوجد خطة استراتيجية يعني التخطيط أما وضع البورد يروح على ريزورت ويبدأ يضع أفكار ويضع خطة استراتيجية هذا الموضوع منه كثير صعب صعب بالتنفيذ لماذا صعب بالتنفيذ؟ لأنه لا يعرفوا ينفذه يعني يقولون نسبة كبيرة من المؤسسات لا تستطيع أن تنفذ خطة استراتيجية لعدد أسباب منها أنه بالنسبة لقلون ينظروا أن تنفيذ التخطيط استراتيجي هو عمل تكتيكي أو أوبرايشن ليس بمستوى المجلس التنفيذي للمؤسسي أو للقيادين الشركي يحدث أن هالقيادين يروحوا ويضعوا خطة ويعطوها للي تحب منهم هذا خطأ وهون تدخل علم إدارة المشاريع يعني نحن نحكي باستراتيجي بلانيج ندخل بجزئين لدينا استراتيجي فورميليشن هو تخطيط استراتيجي وضع القطة مع الأهداف الطويلة للمدى وعننا نحن الاستراتيجي إمليمنتيشن اللي هو تنفيذ الخطة السرتيجية وهو ندور إدارة مشاريع وندخل بعلم إدارة مشاريع مقصود فيها هي من توسع فيها أكثر اللي هي من ضمن إدارة المشاريع وإدارة البرامج وإدارة الحقيبة أما المحفظة البرامج كيف يحدث الشغل هنا؟ بالطبع الخطة السرتيجية يجب أن تضع أهداف استراتيجية كل هدف استراتيجي يعني كلمة هدف استراتيجي طويل للمدى ممكن نحاول مباشرة لبرنامج برنامج عمل لأن البرامج هي طريقة من الطرق أن كل هدف استراتيجي ستصبح برنامج ممكن نحاولها كبروغرام وبروغرام مديرها كبروغرام بطبع بما أن هدف استراتيجي طويل للمدى نحن ممكن نقصم هذا البرنامج لمشاريع كل مشروع ممكن يكون بعض المشاريع ممكن تمشي متوازي بعض المشاريع ممكن تأتي واحد وراء الثاني حسب حاجة الخطة والهدف ممكن يتقصم العدد من المشاريع اللي هي ممكن على أساسها نشتغل ونقدر نطور الأداء عندما نأخذ خطة استراتيجية اللي هي ابتدت بالرؤية والمهمة والمبادئ تبع الشركة حولناها لخطة استراتيجية الخطة استراتيجية تتكون من أهداف استراتيجية كل هدف نحاوله لبرنامج وكل برنامج نقصمه لمشاريع مع إدارة بطبع هون ما بس أن الموضوع التقصيم نقصم لبرامج ومشاريع بطبع هون نحن يجب أن نديرهم بالمنهجية العلمية حسب منهجية ونظام إدارة المشاريع المتكامل داخل المؤسسات اللي اتكلمنا عنه بالفيديوهات السابقة هون إذا قدرنا نحن طبقنا هالفكرة هاي قدرين ساعتك هالشركات نبدأ نطور الأداء على بطبع مثل ما ذكرنا بالفيديو السابق من بعد بوضع الخطة استراتيجية يجب أن يكون عندنا الخطة استراتيجية هي ممكن تتبدل وتتعدل كل سنة ويصير في مراكبة وتحكموا أداء وتعديل بأداء حسب الحاجة مع معايير الأداء ومعايير المراقبة ضروري جدا أن تكون فيها مراقبة مع معايير أداء محددة لا نستطيع أن نعرف هل نحن بطريق صحيح هذا كله ممتاز بس بنا نرجع للفيديو السابق إذا لم يكن لدينا نظام إدارة مشاريع متكامل داخل المؤسسات كله هذا حكي فاضي نحن نحن نطلع بأهداف استراتيجية ونطلع بأفكار ونطلع ببرامج ومشاريع وبالنهاية تنفيذها بصير كما يقولوا كامن سينس يعني على المنطق وبدون خبرة وبدون تدريب لا نحن بحاجة لنظام متكامل ومن ضمن هالنظام بدي يكون في خطة تطوير الإداء الكوادر وهالكوادر يكون عندها الإدارة والخبرات الكيفية تقدر تدير هالمشاريع والبرامج بطريقة فعالة وهيك بنكون قدرنا نحن ربطنا تخطيط استراتيجي بإدارة المشاريع وتنفيذها وربطنا حاجة تخطيط استراتيجي بإدارة المشاريع بنظام عمل متكامل ومنهجيات لإدارة المشاريع مع تطوير الكوادر البشرية لما بنبلش نشتغل على هالأسس يعني هالأربع خمس بيديوات اللي حكيناهن اليوم لما بنبلش المؤسسات تشتغل على هالأسس بتكون هون بلشت المؤسسات تشتغل فعلا على تطوير الإداء بطريقة فعالة جدا وبلش تصعد سلم النجاح بإدارة المشاريع هلأ قبل ما نختم مشا ما نفهم غلط نحن ما نقول إنه بدون هالشي ممكن مشاريع ما تنجح بس نحن اليوم بالطريقة والمنهجيات العلمية نحن قادرين نوصل لمشاريع أنجح أسرع أقل كلفة وبجودي أعلى هي أهمية المنهجية العلمية نحن إنه نحن عم ناخد الإداء اللي عم نحصل على اليوم وكيف ننطوره بالطبع نصير تطوير للإداء يعني نحن ما نقول إنه اليوم إذا استخدمنا نحكينا عنه حيكون نجاح أكيد مية بالمية وبالطبع بدونه مش معيثا ما فيه ولا مش روح ينجح بس نسبة النجاح هتكون أعلى بكتير ومتل ما قلنا أعلى بقدرين نطور مشاريعنا بسرعة أكتر بكلفي أقل بجودي أعلى بالطبع بإفادة للشركات وللمجتمع وللوطن موسيقى موسيقى